في تعز عقد صباح اليوم اللقاء التشاوري لمديرية حيفان وخدير وماوية والتعزية تحت شعار وحدة الكلمة والموقف والهدف وأعلن اللقاء وقفه خلف الجيش الوطني المرابط في كل المواقع والمتارس والاستعداد التام لتلبية نداء الواجب لتحرير كافة مديريات المحافظة نعقد هذا الملتقى لمديرية ماوية وحيفان وخدير والتعزية كضرورة حتمية دعا إليها ملتقى تعز ونحن هنا نعقد هذا اللقاء التشاوري لكل أبناء هذه المديريات الشرقية التي هي معنية في الأساس بتحرير ما تبقى بمحافظة تعز نؤكد للجميع أننا هنا في هذا اللقاء التشاوري ندعو جميع أبناء هذه المناطق شخصيات اجتماعية رجال عسكريين إلى المزيد من الالتفاف وحدة الكلمة والصف اشتركوا في القناة